زي اليومين دول ذكرى رحيل المبهج الخلوق طيب الاثر الفنان طلعت زكريا الرابعة كوميديان كبير اسعدنا وابهجنا وصاحب مسيرة فنية فيها خلطة فنية رائعة رحلته كانت خليط بين العناء والعطاء ولكن في بيته كان بالزبط زي ما كانها الشاشة خف في الدم خف فيه جروح ولو انه نجح في معادلة وسط بين الحنان وبين الحسم النهاردة عن مسيرته الفنية وذكرياته قدام الكاميرا ووراها وعن اواخر ايامه واخر امنياته وصياءة لولاده هنستعيد في الفقرة دي ذكريات من حياة الراحل طلعت زكريا مع بنته الفنانة امي ولقاء خاص ومنورنا في الستوديو اهلا وسهلا بيك يا امي منورة الدنيا كلها انا مبسوطة ان انا معاكم النهاردة والله وان احنا بنتكلم عن بابا النهاردة ومش سيب جد ان انتو اهتميتوا بدا وان انتو حبيتوا تعملوا واجبنا واحنا دايما فاكرين وطبعا تعيشي وتفتكري ولحظات صعبة وانتي بتتفرجي على الويلكم فليب يعني كلنا بنفتكروا قبهاتنا بس ما بنشوفهمش فيديو ما كنوش فنانين مشهورين يعني ان انا شوفوا في اعمال وكده الله يكون فعونك يعني يبقى يوم صعب بس بنفتكروا بحاجات حلوة وكل الناس هنا حتى فاكرالوا ذكريات جميلة امي اللي لكل ما بيعدي الزمن بتحسي ان انتو بتعملي النفس اللي عمل او حتة من طلعت زكريا لما لاقي حد مثلا بيتبسط بحاجة انا بعملها لما بلاقي نفسي ببقى شطرة في الشغل وانا بشتغل بحس ان الناس هنا ممسلة جميلة الحمد لله بحاول لما ببسط اي حد اما بعمل اي حاجة كان بابا بيعملها بحس ان انا ماشي على نفس المسيرة دي صحة وماشي على نفس الخطوات بتاعته صحة طيب بيقولوا عليك ابنت ابوكي انتي واخوك يا عمر اكيد طبعا واخديه منه كتير الله يرحمه الفنان الجميل بس انتي لان دا انتي شاربة منه او انتي ابنت ابوكي في ايه بنت ابوكي في كل حاجة يعني في الحلو وفي الوحش يعني في العيوب وفي المميزات او يعني هو حتى كان بيعترف بدا وجريئة زيه برضو شوية او دي كرسة يعني دي من الحاجات الواخدة منه كرسة بابا كان بيقول رأيه ما بيهموش بيقول بصراحة انا حتى كده مع اصحابي في الحياة العادية مدب كده زي ما بيقولوا بقول رأيي بصراحة وممكن ازعلهم مني بس انا مش بابا قصده كده عصبية شوية زيه متسرعة فكراراتي برضو شوية الحد ما طيبة شوية طبيعية برضو بحاول ابقى يعني في الصفات بخليها تبقى احلى شوية من الصفات اللي انا واخدام بابا الشكل يمكن عمر يكون شكله اكتر يعني عمر نفس الشكل والجسم وكل حاجة بس هو دايما كان يقول انتي شربة مني كتير انتي شبهي في حاجات كتير يعني منيها يمكن يعني كل بنت اول حب في حياتها هو ابوها اول مسكة ايد اول خروجة لها هي لوحدها اول كل حاجة حلوة في حيات البنت من ناحية الزكور هو ابوها ايه اكتر المواقف اللي دايما لما بيجي على بالك كده وانتي وابوكي مع بعض فيها ممكن تكون عليكي بالدمع او يوقفيها شوية شجن لما بفتكروا يعني فيها اه مواقف بيكي معايا اه لما بكون مثلا اتعرفت على حد جديد او دخلها في علاقة حب جديدة او كده كنت دايما بابا اول واحد باجري عليه وبقوله بل ان هو كان صحبي جدا اه يعني كان صحبي في كل حاجة اكتر من ماما حتى في الحاجات بتاعة البنات اللي اتخصت البنات قوي كان صحبي فيها جدا لو جيت تعرفت على حد يقولي ايه اخبارك العاطفية دلوقتي فاعد اتكلم معه بحكيله بمنتهى الصراحة ومنتهى الشفافية يعني كان قريب مني جدا فلما بدخل علاقة دلوقتي بقول يعني يا ريت بابا كان موجود وبروح عند القبر بتاعه يعني بروح عند نفس كندرية وبروح بحكيله على كل حاجة